مرحبا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو فإني إن شاء الله أبين عن الترح المعمولة في تربية الخروف والكبش وفعلا فكم من ترح مختارة في تربية الخروف هناك ثلاثة ترح والأول هو التقليل والثاني هو الشبع الشديد والثالث هو الرعي الشديد طريق الرعي الشديد تسمى كرعي سفر والأول من الرعي التقليل يعمل به من قبل كثة الأبياء والمسلين صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن هذه المهنة هي مهنة الأشراب وهو التريح الشرقي يعمل به جيلا بعد جيلي وذلك طريق معمول به والتقليلي وإذا أردتم أن تشرعوا في هذه المهنة اعتززتم فإن هذه المهنة كانت للأنبياء والمسلين ويحتاج إلى مبلغ قليل والأراضي القاهلة ومناطق الغابة ومناطق الحامشية وهذا الطريق مناسب للزراع الصغار والفلاحين ولكن الجماعة لا تستطيع أن تنمو حسب التوحيق فإن الطاقة التي تحصل تحت هذا الطريق تضيع في الرحيل قياماً وضهاباً من الجماعة لماذا هذا الطريق ليس مربحاً؟ لأن المقاطر العليا ونفقة الحالات العالية بسبب قلة الإدارة العلمية ومقاطر الحيوانات غير الأليفية والسارقين كصيرة في الظاهر وعدم توفر الأعلاف الخضراء كل البعض وقلة الأعلاف الخضراء بسبب تقبيل آراض الرعي وآراض الغابة هي علة من العلال وقلة الاهتمام الكيل الجديد بهذا الطريق للرحيل التقليل لأن هذا يستغلق وقتاً أكثر مما يقوم القارج وهذا لا يرغب الكيل الجديد أن يقوى به وماذا نفعل في مثل هذه الظروب والأول هو الطريق الرعي ويجب أن يبدل والطرق العلمية والطرق الجديدة الابتكارية يجب أن نختارها في الجزء الثالي وأنا أبينه ما يتعلق بالطريق العلمي المعمول في كافة العالم